بعث رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك برقية تهنية إلى نظيره المصري دكتور مصطفى مدبولي هنأه فيها بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للانتصارات المجيدة في حرب السادس من أكتوبر 1973 واستذكر رئيس الوزراء في برقيته تضحيات الجيش المصري الباسل وبطولاته التي سجلها آنذاك وحقق بها الانتصار العظيم لمصر وللأمة العربية والتي ستظل خالدة في التاريخ ومبعث فخر واعتزاز لكل الأمة العربية وعبر الدكتور معين عبد الملك عن عميق الشكر والامتنان للدور المشهود والتاريخ لمصر في إنجاح ثورتين اليمن السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر وما قدمته من تضحيات غالية ضد حكم الأئمة الكهنوتي ومشاركتها اليوم في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد انقلاب ميليشيا الحوثي المدعوم إيرانيا وأشار رئيس الوزراء إلى أن مواقف مصر مع اليمن ستظل خالدة في تاريخ كل يمني مؤكدا أن تلك المواقف عمقت بالدم أو عمقت بالدم والمصير المشترك منوها بعمق ومتانة العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات